حرفة الصيد في جزيرة تاروت حرفة مهمة جداً جداً وقديمة جداً وتبدأ من هنا من هذا القرقور على قولتهم قرقور يعمل صناعة يدوية وهذه الصناعة اليدوية الحمد لله ما زالوا الشباب يعملوا فيها ولا واش رايك يعني جميل ان احنا نحافظ على هذه الحرفة وجميل ان انتم مستمرين فيها الحقيقة هل استمراركم فيها للحفاظ عليها ولا لانها مصدر رزق هي مصدر رزق والحفاظ عليها هو سبب بس مصدر رزق هو الاساس يعني الاساس جميل أبو عبدالله حجينا عن القنبار شوية القنبار القنبار رطيفة للقنبار الساعة عشر الساعة داعش الساعة فنعشر حتى ساعة واحدة بعد ونجيب الصيد خير صافي صافي أكثر شي والميد والوحار هذا الميد يصير اعظم كل عقريب السيل في القرايح صحيح والحاسون في القراح وحاسون صدر رزق علي يطمني والبالون والصير مع الصافي في صابي جعل صابي الحصام وويش موقف حصل لك في القنبار ربو عبدالله مبارا اي يعني اكيد المواقف كثيرة في القنبار يعني اي اي انا اتذكر انا اتذكر واحد من المواقف دشينا يوم القنبار يوم طلية وما شفنا روحنا الا عندارين ولا ندري كيف نرجع الى سنابس اي اي فاكيد مرت عليك مواقف وشي المواقف بادي اللي مرت عليك مرت علينا موقفنا خليما تقول كده طال حجيره ما تنشاف يشوفق الهواء لم يشوفق الهواء الهواء بشأنه يشوفق الهواء وصلنا القرايح وصلنا الديار وبعدين وصلتوا الى الديرة طبعاً القنبار في سنابس شيء يعتبر مميز يمكن ما في زي في أي مكان في العالم ولا أحد يعرف وشي القنبار عرفنا وشي القنبار في ناس مايعرفوا ترى وشي القنبار 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 طبقه هذه والآن بعدين استخدموا الليت قبل الطبقه كنا ندش بالصاخوب اللي هو التنكة نعم تنكتين تنكة نسحبها بحبال وتنكة نصيد بها صح ولا لا لحكت عليها او لا لحكت نعم الطبقه وشي وظيفتها في ناس مايعرف وشي الطبقه ترى طبقه زي هادي صغيرة مفتوحة موجودة في البيت مفتوحة من فوق صغيرة ومفتوحة من تحت كاملة نعم موجودة هاي ايه وبعدين نروح نلاحق السمك بالعدال 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 والطبق عليها ايه ايه واللمبة وشي كنا نسويها الاول التمراء والفتيلة هادي الفتيلة مم الفتيلة فتيلة مالك هادي ايه معروفة والقاز والقاز صحيح والقاز نلاحق كما يجيب نشتري ونعبي ديك الغراش وندش البحر بس كانت ايام جميلة ندش مجموعات كل الجيران يدشوا مع بعض دشيت القنبار محمد او ما دشيت دشيت القنبارة والله خوش قنبار ديك لسنين الحمد لله على كل حالي يعني البحر في خير عليكم السلام والرحمة ويعطيكم العافية واستمروا لا تقطعوا هادي الاشياء الجميلة والله المفروض ان احنا نستمر فيها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة